نشرت مجالة فوربستاة تركيا قائمة بالمسلسلات التركية التي حققت أرباحا مالية لعام 2018-2019 التصدر مسلسل الحفرة الترتيب متوفقا على مسلسل قيامة أرتاجول حيث حلف المرتبة الثالثة دمن القائمة رغم أن الحفرة بدأ عرضه بعد العمل الاثماني وقدم منهم موسمين فقط وفي المرتبة الثانية حل مسلسل تيكوروبا وتلاه التفاح الممنوع فيما حقق أشرح لهم أيها البحر لاسود المرتبة العاشرة وتفوق مسلسل استداء على العهد من الناحية الأرباح رغم أن هذا الأخير متفوق عليه بنسب مشاهدة وقدم لأربعات مواسم متترية فقد حل مسلسل استدام في المرتبة الثامنة وبعده جاء مسلسل العهد أما المسلسل الشبابي الطائر المبكر والذي اجتاح تركيا والعالم العربي فقد حل في المرتبة الخامس عشرة وبعده جاء مسلسل المخارب وحققت المسلسلة التركية نجاحا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة على شاشات 156 دولة بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار حيث شاهد مسلسل قيامة أرتغول خلال الموسم المواسم السابقة نحو ثلاثة ملايير والموسم الخامس هو الأخير لينطلق في سلسلة جديدة باسم قيامة عثمان غازي أفصل مسلسل بجائزة الفراشة الدهبية الطوكي لأفضل مسلسل تلفزيوني عام 2016 ودائما يحتل مسلسل قيامة أرتغول نسبا عالية من المشاهد الأسبوعية والشهرية وللمسلسل شعبية كبيرة في تركيا وفي العالم العربي وعرضا مدبلجا باللغة العربية الفوصحة على شاشة الشروق العامة في أربعة أزاء وكثيرا ما يستعان بالممثلين في فعاليات شعبية مثل ذكرى فتح القسطنطينية بحضور الرئيس أردوغان كما زار موقع التصوير الكثير من السياسيين الأطراء والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ولم تعد متابعة المسلسل التركية تقتصر على شاشات التلفاز والمحطات المحلية والفضائية فحسب بل إن موقع التواصل الاجتماعي وتحديد موقع يوتيوب تقدم فرصة للجمهور العربي لمشاهدة الدراما قد استطاعت المسلسلات التركية أن ترفع من مستواها من حول توجودة التصوير والقيمة الفنية وأكثر ما يميزها هو الاهتمام بالسيناريولوجي الذي عادة ما يبرز العديد من الواضع التي تتير اهتمام الناس كقصص العلاقات العاطفية أو تلك الأعمال التي تحاكي الأسرة وتنافس العلاقات الإنسانية والحياة الاجتماعية اليومية بالإضافة للمسلسلات التي تحكي تاريخ التركي القديم والحديد ويغلب عليها بعض التشويق والإطارة والحركة أحيانا قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في لعشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا شديرو جم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر